114. كلا لما ليوفتينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير 114. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تقضوا إنه بما تعملون بصير أرض الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي موكب النور الذي أشرف أن أكون ضيفا عليكم في بيوتكم في هذه الساعة من هذا اليوم الكريم في هذا الشهر الكريم أدعو الله للجميع أن يفك الله قرب المكروبين وأن يسد دين المدينين وأن يغضي حوائجنا وحوائج المحتاجين وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين وأن لا يدع لنا رب العباد سبحانه وتعالى في هذه الأيام العظيمة ذنبا إلا غفره ولا مريضا إلا شفاه ولا عسيرا إلا يسره ولا كربا إلا أذهبه ولا هم إلا فرجه ولا دينا إلا قضاه ولا ظالا إلا هداه ولا طالبا إلا نجحه إن ربي ولي ذلك والقادر عليه وأثني بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد بعد الاستعادات بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هذه صدق الله ومن أصدقه من الله قيله هذه آيات أو آخر آيات في صف الحجر ضيق الصدر أحيانا أنت تستيقض صباحا أو يأتيك لحظات في وسط الظهيرة بالليل مساءا في أي وقت تشعر بضيق صدري تتعجب من أي فتبدأ في التساؤل لماذا أنا ضيق صدري هل رسب ولدي في الامتحان هل مرضت ابنتي هل الزوجة كذا هل الزوجة كذا هل الأقارب كذا هل 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 تبدأ في الأسئلة أنت بدلا من أن تبحث عن سبب الضيق ابحث عن أسباب انشراح الصدر قد يكون عندك مصيبة معينة واضحة مرض مفاجئ يعني كارثة مرية مفاجئة أزمة في العمل مفاجئة استغنوا عنك في العمل لا يريدون أن تعمل وأصبح الآن في عرفك أنت لا دخل لك عندك أولاد ولا تستطيع أن تنفق عليهم هنا وجب عليك أن تتوقف عند فقه المصيبة أو أدب ابتلاء له لأن الابتلاء له أدب وإذا تأدرت أنا بالأدب الذي يؤدبني به الشرع صار البلاء بفضل الله يعني قليلاً أو هيناً أول شيء في الابتلاء أنا أنتظر الأجر ما يجي الابتلاء في الصحة في المال في العيال في العمل في البيئة العامة بالابتلاء العامة لعلى المسلمين المسلمون اليوم مضطهدون في كل بقاح الأرض قال فيهم صلى الله عليه وسلم يعني سوف تذاع عليكم الأمم كما تذاع الأكرة إلى قصعتها يعني زي ما يكونوا جماعة جايين وعندهم إناء في أكلوا نزلوا سبحان الله بعنف ليأكلوا وكأن الأمة أصبحت مأكولة الرسول يقول لنا هذا الكلام من يعني خمسة عشر قرن سوف تذاع عليكم الأمم كما تذاع الأكرة إلى قصعتها قالوا من قلة نحن يومها يا رسول الله يعني عددنا قليل مثلاً يعني إحنا ألف وهم مليون إحنا مليون وهم ملايين قال لا أنتم يومئذ كثرة ولكنكم غثاء كغثاء السيل غثاء السيل اللي هو فوق الطفان أو فوق المياه اللي هو لا قيمة له فما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكثب الأرض لكنكم كثير أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب عدوكم لكم بعدما الأعداء كانوا يرهبون جانبنا وكان كسر ينطفض عندما يسمع سيدة عمر بن الخطاب وقيسر يتوتر عندما يسمع عمر بن الخطاب أنه جهج له جيشاً أو هكذا وكانت يعني ذرة عمر أهيب من سيف الحجاج وأقوى تأثيراً من سيف الحجاج أصبح الآن الهيبة اللي عند الأجانب لا 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 المسلمين مستضعفين نحن نأخذ البترول بتاعهم ونأخذ ثرواتهم ونؤثر في تعليمهم ونغزوهم إعلامياً وممكن نقطع عليهم الشبكة العنكبوتية النت وغيره ممكن نعمل كذا وكذا وكذا فإذا هم ينظرون إلينا هذه النظرة يعني تنزع المهابة من قلوب عدوكم لكم وتصابون بالوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله وظنوا الوهن يعني الضعف يعني قلة الصحة الأنيمية فقر الذنب لا قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الحياة وكراهية الباوت سقف الدنيا سبحان الله فإذا لما تنزل عليها المصيبة أول شيء أنتظر الأجر لأن المصاب مأجور ولا تجمع في المصيبة مصيبتين مصيبة المصيبة ثم مصيبة الجزع عليها لا نزلت المصيبة الولد لم يحقق علامات طيبة في الامتحان البنت لم توفق في الزواج وحدث لها كذا وكذا أنت أول شيء المصيبة موجودة لا تجمع عليها مصيبة أخرى بالجزع لا اكسب من المصيبة يعني أكسب من المصيبة يعني أخذ إلى أجر إن شاء الله وعدين قالوا يا سلام لما المصيبة الجن يجب أن أنظر إلى المصابين أنا مثلا أصبت مثلا بضعف مثلا في السماء مثلا لا أسمع جيدة مثلا أو في النظر قوة الإبصال عندي ضعيف أنظر إلى آخر لا يستطيع المشي آخر لا يستطيع حصل له عملية جراحية فانقطع عن الكلام آخر سبحان الله غير له قلبه أصبح بقلب يعني جديد سبحان الله وأعلم ينفضه الجسم أم يقبله آخر عنده مرض آخر حار الأطباء في شفائه واك يعني أرى المصابين أشوف واحد سبحان الله عنده مصايف كثيرة فقد أبناءه فقد بناته سبحان الله إمرأة فقدت عائلها الذي ينفق عليها وهي أمرأة لا تعمل وليس لها دخل والمجتمع لا يرحم دي مصائب فأنظر إلى إيه المصابين ولذلك أنا يعني أقول لكل واحد منكم أنت يا ولدي وأنت يا ابنتي لما تجيلك مصيبة فورا توكر على الله أخذ نفسك ونحذر المستشفى أي مستشفى قريبة منك أدخل على قسم العظام ودخل على قسم القلب ودخل على قسم الكدوى والمسالك البولية ودخل على قسم الدم ترى أطفال سبحان الله ومن الإشعاع الكيمية ومن العلاج الكيمية سقط شعره وفيه سبحان الله الولد صغير لكن فقد نعمة البصر وآخر سبحان الله فيه مشكلة عنده في القلب والكبير هذا الذي لا يستطيع أن يتحرك وفيه الأم اللي يتركها أولادها ولا يسأل أحد عنها وتركوها منبوذة كأن لا أهل لها يا الله لا 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 أنا في نعمة أنا في نعمة والله العظيم فتسجد لله شكرا الأمر الذي يليه إذا جاءتك المصيبة قل الحمد لله أنها ليست في الدين الحمد لله واضب على صلاتي واضب على صيامي أطلع زكاة مالي أتق الله قدر ما أستطيع أذنب وأستغفر ربنا أحبب لي مجالس العلم أحب أهل العلم أحب العلماء أقترب منهم أزورهم في الله يزوروني في الله أدعو العالم يقولي ذلك المتين إذن فيه يعني أنا يعني المصيبة ليست في دين لأن لو المصيبة في الدين لها شعلات يعني واحدة كانت محجبة خلعت الحجاب ولد كان بيصلي بطل يصلي البنت كانت مستقيمة أبداً والعاذب الله الزوجة تبص على زوجها كان الرجل طيب ويروح المساجد فجأة جالس على المقهى ليل نهار ليل نهار وبدأ يتعاطى مخدرات وينفق أمواله فيما لا يرضي الله المصيبة في الدين لدي المصيبة حقيقية لكن أنا لما لما أنظر إلى المصيبة بتاعتي وعدين في نقطة ونقطة خطيرة المصيبة لما تيجي أنا عبد والذي يملكني هو الله الذي خلقني فرب العباد سبحانه وتعالى يجب أن أسلم بعبوديتي لله إذ قال له ربه أسلم ولا أستمت لرب العالمين خلاص لبقى أنا مسلم أمري لله وذا مسلمت أمري لله خلاص سبحانه وتعالى وبعدين قال لما تجيني المصائب أنظر إلى جانب النعم طب إن المصيبة دي في الصحة طب المال أخبره وإيه والله يزب فضل لا موجود طب الساتر الحمد لله موجود اللي معليش ديون الله ده نعمة وفضل خارج السجن ده نعمة وكرم أتخرج في المجتمع آمن مطلل الله أكبر العيال مطلعين ومريحين جميل الزوجة ولا الزوج الله أكبر ما دي جانب نعم هو إحنا لازم النعم بالأموال السائلة لا ممكن النعم تكون فيه أشياء كبيرة وأشياء يعني سبحانه وتعالى العظيم وبعدين انظر إلى اكتلاع المجتمعات المجتمع اللي مصب بالإيه اللي مصب بالحرافات اللي مصب بالفوضى والزلازل اللي فيه بعض الدول يا خبر والبراكين قالتوا لا 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 والله ده احنا بإيه ده احنا في ده احنا في نعمة وفضل الرجل كما قلت لكم من قبل يعني ظل يبيعه كل ما عنده فقير عايزه يبقى رغيف قوة بالزف يعني يبيع يبيع لغاتنا باعة نعلى باعة الحذاء اللي يملكه فراح المسد في الصلة العصر حافي القدمين حزين في نفسه والوصل به الحال أنا ماشي حافي دخل فرأى رجل أن يصلي مقطوع القدمين قال لا 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 الحمد لله الحمد لله مش ضروري النعف مش ضروري الحذاء سبحان الله مش ضروري الحذاء ولن نعلم كويس أننا لي قدمين أسير عليهم يا الله يبقى المصائب يعني ايه يرقق بعضها بعضا في نقطة تانية وردنا جدلا نجري مرض مرض معايم جسدي ومرض وكمان له علاج لا يصير مرضا المرض اللي له علاج الله مش مرض فسبحان الله طب الكارثة تكون فين حقيقة يكون مرض قلبي واحد حقود مش عارف يهدأ واحد عنده غل هذا مرض قلبي واحد عنده كبر مرض قلبي عنده حسد عنده رياء يحب يتمنظر بالعبادة أنا دايما أصلي عند الشيخ عمر أنا دايما أصلي الترويح ورا الشيخ أنا دايما أسمع الدروس رياء عايز إيه يرائي يضيع العمل بتاعه الحمد لله وليسيره من الرياء شرك سبحان الله وإن الرياء يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق ليسير من الرياء شرك شرك بالله لأنه عايز الناس يشوفني سبحان الله مش الصالحين اللهم السبعة من ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله ورجل تصدق صدقة باليمين حتى إيه لا تعلم شماله شماله لا تعرف يعني كناية عن إيه عن شدة إخفاء إيه شدة إخفاء الصدقة يعني إذا تصدق صدقة باليمين شماله لا تعرف ماذا أنفق هذا ما عندهش رياء لكن المصب بالرياء يحب المنظرة يحب الناس يشكره يحب الناس يشير إليه تقوله شوف ده شوف الصلاح شوف التقوى شوف سبحان الله هذه كالتة كبيرة ثم فرضنا جدلا عدا عليك رص فسرق شيئا عندك سرق مال سرق السيارة سرق ذهب المرأة سرق البيت وانت مش موجود تقول الحمد لله أن الشيطان سارق الحسنات ما دخل إلى قلبي فسرق الإيمان منك الحمد لله لسه الإيمان أنا غني بالإيمان الإيمان مليء قلبي الإيمان موجود في في الخزانة سبحان الله العظيم من فضل الله سبحانه وتعالى إذن العبد منا يجب أن ينظر إلى المصائب من هذا من هذا الملق ماذا قال ربنا في سورة الحجر ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم اللي شرح له صدره نحن نعلم يا محمد أن صدرك أحيانا يضيق فأنهم ينكروا الألوهية وينكروا رسالتك وينكروا القرآن أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشي عجاب معقول 360 صنم اللي حوالي الكعبة نصبح إله واحد زي لنا صديق زمان في السبعينات كان ذهب إلى سنغافورة وفي بلاد تعبد أشياء عجيبة عندهم بعض الأصناع كده فالسنغافوري سأل المسلم المهندس المسلم يقول له أنت عندك كم رب فالمسلم قالوا والله أنا عندي رب واحد قالوا ياه ربي قوي جدا قالوا ما هو القوي قالوا لا يا رجل أنا عندي رب للمطبخ ورب للصحة ورب للنفس ورب للشارع ورق ده حوله لو قد ده ده خبل لا إله إلا الله فاحمد الله أنك مسلم احمد الله أن الإيمان في داخلك احمد الله لأن الله يقول لرسولي قد نعلم يعني باب التأكيد أنه يضيق أنك يضيق صدره يعني ضيق صدرك بإيه بيضيق حواليك أحيان لما لجي الظالم مفتري وراكب على الكرسي والمظلوم مسجون ومرمج والسجن ده إله إلا الله فيضيق صدرك ده إيه ده الرسول يضيق صدرك بما يقولون يعني بالكلام اللي إيه اللي يقولون هو أذن بعدين قالوا ده ساحر ما عجبهمش كلمة ساحر قال ده كاهن برضو معنا لا إنه وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الضق إنك ده مجنون تخيل الكفار قالوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معقول هذا الكلام يعني إذن المسلم الصادق يسمعوا أن المشركين قد آذوا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم آذوا واتهموا بالسحر والكهانة والشعر ومعدين وهو إيه لم يرد ولم ينفع عن نفسه تهمة إنما الذي رد عنه هو الله رب العالمين سبحان الله وما هو بقول كاهن وما هو بقول شاعر أبدا سبحان الله وما صاحبكم بمجنون الله أكبر الله هو الذي يرد عنه يا سبحان الله قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك يعني إيه لما تهجي معلك الناس في الكلام الناس بتضيق من بعضها في الأسر تدين إيه أخت الزوج تتكلم عن زوجة أخوها أو زوجة أخيها كلاما سيئا سوجة الأخ تضيق ذرعا ليه كذا فلانا تدين لما تيجي عندي أكرمها وسبحان الله ورحب بيه واشعر أنها أختي ليه تقول عليه فيضيق صدرها فبتعمل إيه تصنع ما أمر الرسول به صلى الله عليه وسلم قال له ربه فسبح بحمد ربك قل سبحان الله يا بحمد كلمتان خفيفتان على اللسان سقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله يا بحمد سبحان الله العظيم الله شو رسولي هون علينا الأذكار كلمتان خفيفتان على اللسان تقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن حفظة سهلوه سبحان الله يا بحمد سبحان الله العظيم ونكن لما سبح الله عز وجل تغرس ليه شجر في الجنة ويبنى ليه قصر في الجنة والبنائين بيشتغلوا طول ما اعمل الخير لو ابطل عن الخير واتوقف البنائين ايه ما يشتغلوش عامل زي بالضبط في الدنيا اعطي المقاول المبلغ يعمل للطبق الرابع اعطي المبلغ اللي بعده يعمل للطبق الخامس اتوقف عن العطاء يقف عن البناء والله المثل الأعلى الملائكة كده نسبح ونذكر الملائكة ابن لنا سبحان الله وللتقوا نهرة ولو بشق تمرة عن شق تمرة نص تمرة لتعمل للشيء دي قال لي يا الله الرسول لي وللتقوا النار يعني ممكن الشق تمرة دي تقيك من النار التبسمك في وجه اخيك صادق واذاك المرأة دخلت النار في ايه في هرة هرة حبستها لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض هرة فماذا للي يحبس انسان وليحبس شعب وليحبس امة وليحبس الاسلام لا اله الا الله ويصير الاسلام كان له مضطهت سبحان الله والمصيب horas احنا ايه سبحان الله العظيم نقع في فخ الدفاع عن الاستعاب الاستعاب الاستم ليس متهما الذي يدافع هو الآخر نحن لا ندافع عن اسلام. نحن نجب ان نعرض الاسلام لا ان ندافع عنه. الاسلام غير متهم. بالعكس. المتهم هو الاخر. هو الذي لا يقتنع بالاسلام. هو الذي لا يقتنع بدين الله. هذا هو المتهم. الذي يجب ان يدافع عن نفسه. وانا يجب ان اضعه في موقف الدفاع. لا ان اضع انا الاسلام في موقف الدفاع. ولا انا ادافع عن الاسلام. لا. بالعكس. فالانسان سبحان الله الابتلاءات قد تكون يعني سبحان الله كما يقول العلماء البلاية بالعطاية. ممكن العطاء نفسه يكون بلاء. الكرس يكون بلاء. المال يكون بلاء. الولد يكون بلاء. الغنى يكون بلاء. سبحان الله. قارون ماذا صنع بماله? ما ان مفاتيحه لا تنوق بالعصبة الى القوة. كما قلنا مرارا يعني يعني مفاتيح خزائن قارون كان يحملها اربعين واحد. المفاتيح فقط. من خزائن دي ملينا ازاي? لما صبح الصباح الصبح. عندما اصبح الصباح. فخسفنا به وبداله الارض. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. سبحان الله. الناس اصبحت في مصر يوما لم تجد لا قارون ولا خزائن قارون ولا خصور القارون. هو ايه? اللي من لسه من يوم واحد بس خرج على قومه في زينته. قال الذين يعني اه اهل الدنيا واهل الغنى. يا ليت لنا مثل ما اوتي يا قارون. يا ليت انا الملياردير الفلاني والملياردير الفلاني. طب وبعدين? انت لا تعرف. هذا الانسان الذي يسير على قدمي. وعنده الملايين سبحان الله. يعني لا تدري كم عنده من الامراض النفسية والعقد والمشاكل وتعب الاولاد وعدم التوفيق في العمل وينام بادوية ويصحب ادوية ويأكل بادوية ويهضم اكله بادوية. كل ده سبحان الله لانه ربما لم يتق الله رب العالمين فيما اعطاه الله سبحانه وتعالى. وان كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم انه بما يعملون خبير. فرب العبادة عز وجل قد ينعم الله بالبلوى وان عظمت ويبتل الله بعض الناس بالنعم. بس في فرق. في فرق. في فرق من يعني من انسان متفائل وانسان متشاهد. المؤمن لا يعرك الا التفاول. وغير المؤمن الصورة امامه كئيبة. قل لك بكرة سيء. والسنة جاية اسوأ. وهنا نشوف ايام كذا. لا حبل ولا قوة الا بالله. يا اخي بشروا لا تنفروا. الله. حتى يقول قائلهم لو اتجرت في الاكفام ما مات احد. ايه ده? ايه التشاؤم ده? يقول يعني انا لو خددت تجارتي الكفن بتاع الموتى مش يموت حد. عشان ايه? يورق المحل بتاعه. لا حوله ولا قوة الا بالله. عندنا مثل زمان في الصعيد نصر. يقول جيت تاجر في الحنة كثرة الاحزان. هو الحنة دي يحطها في الافراح يعني. يقول لك العروسة دي هي الحنة. فجي تاجر هو في الحنة الاحزان كثرة. لا حوله ولا قوة. ده ايه النكل اللي الرجل في ده? ايه النكل بتاع الصحب المثل ده? لا. المسلم لا يعرف التشاؤم. المسلم يعرف التفاؤل. يعرف الاتسامة. يعرف ان الشمس سوف تشرق. وان الصبح سوف يطلع. وان الامل سوف يأتي. وان الغد افضل من اليوم ان شاء الله بتوكله على رب العباد سبحانه وتعالى. لذا نعلم انه يضيق صدره. بما يقولون يعني الصدر يضيق. ولا ينطلق لسانه كمان. ممكن يضيق صدره ولسانه نفسه. ايه مش حارفة يتكلم. سبحان الله. بايه بما يقولون? بما يقولون. الكلام اللي يعني الانسان تشوف. لو رجمت بالحجارة من كل مكان من الناس. حجارة الكلام والاقويل والاشاعات. اجعل من هذه الحجارة مبنى تصعد عليه الى ذرى المعالي. ولما تلاقي الطريق ممهد مية في المية. سبحانه المعالي العظيم. لما تلاقي الطريق ممهد. مية مية في المية. اعلم ان الامر في خطأ. الامر في خلل. لابد من مصاعب. ليه? الله عز وجل. لما خلق الجنة. قال يا جبريل اطلع عليها الطلاعة. راح سيدنا جبريل نظر على الجنة. رجع من شرح الصدر. شف فيها ايه? الله اكبر. قال وعزتك وجلالك. لن يسمع عنها احد الا وعمل من اجل دخولها. فربنا احاطت جنة بالمكاره. وقال لبص يا جبريل البطل. قل لي طلع كمان كده. يعني ايه بالمكاره? يعني ده اصحق فجر. تصدق. انفق. اصبر. احلم على ان اخليك حديث مع الناس. اصبر على اذى الزوجة. اصبر على بخل الزوج. اصبر على اذى الجيران. اصبر على الموظف المختلص اللي عندك. اصبر على رئيس العمل المجرم. اصبر على الوزير المفتري. اصبر على الحاكم الظالم. كل ده صعب. قلت عايز ايه? عايز مكاره. يعني الحكامة مش سهلة كده. سبحانه ظاهر العظيم. يقول له لا خلي بالي. انت من مطلع الفجر الى غروب الشمس ممنوع الاكل والشور. صعب عليه. سبحانه. هو دايما يحب ينام. طول اليوم. طول الليل. يقول له لا. الفجر يا راجل. الفجر صلاة الفجر. البركة. النعمة. الرحمة. ها? الشيء ضد النفس. مكاره. في الشتاء. يوم يروح 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 المسل ويرجع. سبحانه ظاهر العظيم. وعدين. يجي المسلسلات والافلام يقول لا رجل حرام. ما تضيعش وقتك. الله يرضى عليك ده تضيع وقت. فيش داحي. يضحكوا عليك. مكاره. فلما احاط الله الجنة بالمكاره. قال يا جبريل اطلع عليها اطلاعة. راح جبريل ورجع. قال وعزتك وجلالك ما اظن ان يدخلها احد. لا اله الا الله. المصاعر عقبات. ولما خلق الله النار. قال يا جبريل اطلع عليها اطلاعة. راح جبريل سيدنا جبريل الامين وحي السماء رئيس الملائكة. اللي هو موكل بالوحي. سبحان الله. رجع مرعوب. خايف. انه لا لا يستطيع ان يعصوا. ما يعرفوا. لا يعصون الله ما امروا ويفعلون ما يمروا. ولا تمروا بباله المعصين. رجع. خايفة. قال وعزتك وجلالك. لن يسمع عنها احد الا وعمل من اجد عدم دخولها. من حد يدخل في النار. فاحاطها الله بالشهواء. ها? دي بصة. دي طلة. دي غيبة. دي نميمة. ده مسلسل. ده فل. ده تضيع وقت. ده مقهى. ده شيشة. ده حشيش. ده مخدرات. ده خامرة. ده ده ده. قال له بص يا جبريل عليها بصة كده. الشهوات دي. قال ما اظن ان ينجو منها احد يا رجع. دي صعبة صعبة صعبة. دي هتصاد الناس. بس ايه? المؤمن يرى الحقائق حقائق. وغير المؤمن واقف على دماغهم. يعني المؤمن واقف على ايه? فشايف السقف سقف. والارض ارض. والفاجر والكافر. عاملين ايه? ووقفين على دماغهم. فشايف الدنيا ايه? مقلوبة. يقول لك اسكت يا فلان. ربنا فتح على فلان بشكل. فلان وكسب كام. فالفتح عنده ايه? مال. لكن المؤمن يقول ايه? لو واحد يقول له اسكت يا ربنا فتح على فلان. ماشا الله. حافظ القرآن. بدأ يصلي. يصوم اتنين وخميس. ويتصدق. يطلع ربع ماله. هو ده الفتح. يعني الفتح عند المؤمن غير الفتح عند الاخر. سبحان الله. فانا اقول ان الله لما قال لرسول صلى الله عليه وسلم هو اشرف الخلق. اه وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. طبعا صدرك يضيق. لا اله الا الله وربنا قال له في في سورة الكهف. فالعلك باخع نفسك على اثارهم اللي لم يؤمنوا. اللي لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. يعني ايه باخع? مهلك نفسك. مهلك نفسك حزنا. انا مش ردينوا اسلامه. مش ردينوا ادخلوا في الامام. هو رسول حريص عليهم. هو عايز ايه? عايز لخرهم الجنة. سبحان الله. ولكن هو لعلك باخع نفسك على اثارهم. اللي لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. انه جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم. عشان نمتحنهم. ايهم احسن عمله. وانا لا جاعلون ما عليها صعيدا جروزا. يوم من الايام. كل على الدنيا الاهرامات والنطحات السحاب والمباني. وكارت الناس. وكل ده يعني صعيدا زالقا. خلاص. انه جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عمله. وانا لا جعلون ما عليها صعيدا جروز. ينتهي كل ده. في لحظة. في لحظة. سبحان في السماوات ومن في الارض. عارف صاحب البغض عامل ايه? سيدنا اسرافيل. امنا عائشة دي الرسول في يوم الشتاء. قام من جنبها. وراح توضى ووقف يصلي ويبكي. قالت يا رسول الله ما ننتى الليلة. هل انا من ريح شوية? قال يا عائشة. ولا عهد النوم. كيف انعموا بالنوم? شوف تشوفوا الكلام. وصاحب القرن قد التقم قرنه. يعني اسرافيل مسك البوك. القرن اللي هو الايه? البوك. عارفين البوك انا? زي الميكروفون اللي بنعمل به طابول الصباح عند العيال وفي المعسكرات سبحانه. هو ده البوك. بس ده البوك. ده البوك الدنيا. لكن البوك اللي يسمع يسمع بتاع اليابان زي ما يسمع بتاع الايه? المغرب. يسمع بتاع النورويد زي ما يسمع بتاع شوانيس بيرج. في جنوب افريقيا. ويسمع سبحان الله. هناك في اين? في نوزيلندا اخر اخر بقعة. يسمع في اين سبحان الله? في جنوب الاسبانيا. كل يسمع. سبحان الله. ده القرن. كيف انعمه? شوف الكلام بتاع الحبيب. صدر صدر. وصاحب القرن قد التقم قرنه. قدم قدما. شوف الوصف. واخر اخرى. ووضع قرنه البوك يعني. في فمه شاخصا الى العرش. يعني فتح اين من يعني يقوله في العامية ما بيرمش يعني ما بيغمطس يعني شاخصا ببصريه الى العرش. يخشى ان ارتد اليها طرفه. يعني لو غمط كده سنة يأمره الله بالنفق وفي البوك. يا الله. فالرسول شايف الصورة دي امامه. لكن الناس الظلمة اللي في الدنيا مش شايفين الصورة ديش. يقول يا استاذ. وقت الله يعين الله. يا ري انت بتعاقت علينا ليه? انتهت تأييزت من حياتنا. يا راجل سبحان الله. ربك كبير ان شاء الله. يا ساعتها ربنا. الرسول هيشفى علينا. والله. فامرت ايه يعني? اصارت انت سنته. لما يعني اوقفت يعني ايه وقفت عند الحدود. والمهم ما علينا. ان صاحب القرن قد التقم قرنه وقدم قدما واخر اخرى واضعا. البوق في فمه. او القرن في فمه. سبحان الله. شاخصا ببصره الى العرش. خشية ان يأمره الله بالنفق في البوق. فاذا نفق في الصور. ربنا سميه الصور. فصاعق من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله. كل الخلائق اللي على المخلوقات اللي على وجه الارض تموت الا ما شاء الله الا اربعة. مين الاربعة? رئيس الملائكة جبريل. وصاحب القرن البوق سيدنا اسرافيل. وملك المون سيدنا اسرائيل وسيدنا ميكايل الموكل بالسحاب والاربعة. فيسأل الله رب العالمين والعليم والخبير. هو عالم. العليم. يا ملك الموت من على وجه الارض? مين اللي بقى بعد النفق في البوق? قال يا رب ما بقى الا جبريل واسرافيل وميكايل وعبدك الماثل امامك. يا ملك الموت اقبض اقبض روح ميكايل. يا الله. اقبض روح اسرافيل. ما هو 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 يعني الوحيد من قبل الله الموظف في قبل الارواح. كل. اقبض روح جبريل. يا ملك الموت من الذي يسأل? العليم الخبير. من على وجه الارض? يقول ما بقي الا عبدك الماثل امامك. يا الله. فيش على وجه الارض? مفيش. الا هو. يقول يا ملك الموت موت. ما هو اللي خلقه? هو اللي يميته. يموت ملك الموت. الان لا في انس. ولا جن. ولا شياطين. ولا ملائكة. ولا حيوانات. ولا طيور. ولا اسماك. ولا ما في خلاصة. خلت العوالم كلها من كل المخلوقات كما كانت في البداية. كما بدأنا اول خلق نعيده. يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم? الله. لمن الملك اليوم? لا احد يرد. لا في ملك. ولا في بشر. ولا في طائر. ولها. لمن الملك اليوم? فاذا برب العباد يجيب نفسه لله الواحد القهار. يا الله. تظل الارض والسماوات ما شاء الله لها ان تظل. ثم يحيي الله اسرافين مرة اخرى. ويمر بالنفخ في البوق. فاذا نفخ فيه اخرى. النفخة التانية بقى نفخة ايه? نفخة الاولى. كل يموت. النفخة الثانية. فاذا هم قيام ينظرون. على حين فين? احنا على فين? سبحان الله. الكفار والمجرمين. قل من بعثنا من مرقدنا? مين اللي صحنا ما احنا كنا نيمين? سبحان الله. يرد المؤمنون. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يا الله. ده ما وعدنا به الرحمن ان احنا ايه? هنموت متى ما ننام. ونبعث بالسماء ايه? نستيقظ. فانتم احبتي في الله ابنائي وبناتي من المشاهدين والمشاهدات. الكلام تذكر قدرة الله عليك. واعلم انه لو ان شاتا قرناء نجحت نطحت شاتا جلحاء لقتص الله من هذه لتلك. ولو ان جبلا بغى على جبل لذكر الله الباغي. وقال عليه الصلاة والسلام والله لتردن المخيطة والمخيطة يوم القيامة. يعني المخيطة والمخيطة. يعني انت انا لو ظلمتك في ابرة. ابرة بنخيط بيها. او خيط. نرد يوم القيامة بايه? بالحسنات والسيئة. او ما اللي اكل الارض? بتاع اخواته او بتاع الدولة. واللي خد العمارات والبنايات. واللي خد الاموال اللي في البنوك. ويقول لك فيه يا سيدي. الجماعة الاصحاب المليارات. فيه السليب من. يعني الاموال النائمة. ايه الاموال النائمة دي يا عم? بو ايدي اموال موجودة في البنوك. مش بتاعت حد. ازاي مش بتاعت حد يعني. يقول لك ناس ما تمرهم شوارتها. يا اخوتها بيت المال يا عم. الله. يا اخوتها بيت المال يا اخوتها. اخوتها البنك المركزي بتاع الدولة. اللي انت تخوتها ازاي. الله. اللي قال لا انا اتصرفت مع مدير البنك. صرفت بيزاي? هو وفالوس ابوك. اه? فالناس بتستحل الحرام. الناس بتستحل الحرام لا تردن المخية والمخية يوم القيامة يوم القيامة مخية ومخية سبحان الله يعني ما شوف وانتك مثقال حبة من خردن ها اتينا بها وكفى بنا حاسبيين يا ربنا حاسبنا على صغير الامر وكبيره الكلمة ما تحسب عليها ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عطيب يا الله وبعدين الناس اللي بتنظر للناس باحتقار انت مش عارف انت بتكلمين الاتدري مع ما انت تتعامل يا عم بتتعامل مع ابن الطراب طراب ابن طراب انت مين انت انا طراب ابن طراب وانت طراب ابن طراب والله هو انت يعني مخلوق من حتة قطعة الذهب وانا مخلوق من حتة الطين كلنا من طين طين اولاد طين سبحان الله يا طين لا الاهل اللا الله فانت عايز انا عايز في هذه الدروس اليومية القلوب تستيقظ وتنظر الى الاخرة فتعمر الدنيا بتقوى الله عز وجل هذا لما عمل ليه لان وقت الانسان او عمر الانسان سبحان الله العظيم يتوقاص كما قلت لك بميزان الاعمال لا بذاكرة الايام مش واحد ولد سنة خمسين ومات سنة الفين لا انا عايز اعرف هو عمل لله يديه خمس سنوات يبعى عمره خمس سنين استقام كم سنة عشر سنوات يبعى عمره عشر سنوات حتى لو عاش في الدنيا ميت سنة مش بذاكرة الايام لا بميزان الاعمال ايه اللي قدمه للامة كان عمر الله رضي عليه قال اقابل الرجل فتعجبني هيئته فاسأله اقول له ماذا قدمت للاسلام فان رأيت انه قدم للاسلام خيرا اقول له جزاك الله عن الاسلام خيرا وان وجد انه بس طول بعرض بالكدب كدب كدب سبحان الله يعني فاقول لا جزاك الله عن الاسلام خيرا لم تقدمي اخي شيء سبحان الله العظيم فالله عز وجل يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول له فسبح بحمد ربك وقم من الشاكرين على ايه على ابتلاء الناس لك سبحان الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين خليك على الاستراط المستقيم ومشمع العلماء واهل العلم واهل الدين واهل الخير وصاحبهم واقترب منهم اي انسان صالح ان رأيته وذكرتك بالله رؤيته ودلك على الله حاله وزاد في علمك منطقه عند اذن رب العباد سبحانه وتعالى هيكرمك ويخليك المرء مع من احبك يعني ايه كلب من الكداب كلب مش معنا الصالحين عارف ايه ذكره في القرآن يا الله قالوا كلبهم ايه داستوا انذراعيه بالوسيط على الباب الايه الغار لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارة ولموليت منهم رعبة عشان الكلب مش مع اهل الخير ذكره في القرآن طب ابو طالب عمل ايه ميشي مع سفلة القوم اولد عمه ابو اخوه ابو لهب ابن عمه ابو جهد جاء عندي ساعة الموت ابو جهد وابو لهب قاعدين على شماله وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قاعد على يمينه والرسول يعمل على وجه عمك يا عم يقولها كلها اسفع لك بها عند ربي يعني قل لا اله الا الله فالتانيين المجرمين الاسافر يقولوا ايه ابو لهب وابو جهد بل على دين عبد المطلع رسول يقول يا عم قلها اشفع لك بها عند ربي قل على دين عبد المطلع اياك يا ابا طالب اياك ان تموت على دين ابن اخيك محمد خليك على دين قال على دين عبد المطلع وخرجت روح ابو طالب للأسف الشديد ولم يدخل الاسلام انك لا تهدي من احببه ولكن الله يهدي من يشاء والله سبحان الله كم تؤلم هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ايه انا ايه القصة ايه الشهد في الموضوع ان الكل يمشي مع الصالحين يذكر في القرآن ويكرم بهذا ذكر سبحان الله والراجل اللي كان دفع عن الاسلام ولكن لم يدخل في الاسلام وانما دافع نخبة وعصبية عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكن للأسف الشديد يعني لم لم سبحان الله العظيم يعني يستطيع الرسول ان يهديه سواء السبيل احبتي في الله الرسول يأمره ربه سبحانه وتعالى ويعلمه انه معه قد نعلم انه يضيق صدرك انك يضيق صدرك فيما يقولون فماذا تعمل ماذا اصدع عند المكرتة فسبح بحمد ربك وكن من الشاكرين واعمد ربك حتى يأتيك اليقين اللهم اجعلنا من اهل اليقين يا رب العالمين اختم لنا بقاتب من السعادة الاجمعين سعدت بكم احبة في الله نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله كنا من اهل الدنيا لا تنسون من صالح دعاكم ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته